اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الانسانية وشئون الشباب ان الانجازات التي يحققها فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية مبعث للفخر والاعتزاز خصوصا وانها عامل رئيس في الترويج لمملكة البحرين حيث بات الفريق الواجهة الحقيقية في رفع علم المملكة عاليا في المشاركات الخارجية واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بالفوز الجديد الذي حققه فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية في المحافل الاوروبية بعد ان تمكن الدراج في البهوس من تحقيق المركز الاول في المرحلة الاولى من طواف سلوفينيا والذي يعتبر احد السباقات الذي يشهد مشاركة واسعة ومنافسة مثيرة واشار سمو الى ان الانجازات المتواصلة التي يحققها فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية تؤكد التخطيط السليم للفريق في كافة المشاركات والخطة الفنية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في السباقات مبينا سمو الى انه حريص على مواصلة دعم الفريق للوصول الى تحقيق كافة الاهداف واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالامكانيات العالية التي يمتلكها الدراج في البهوس وقدراته المميزة التي قادته لتحقيق المركز الاول بجدارة واستحقاء وهو ما سيكون حافزا لدراجي الفريق في المشاركات القادمة متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة